موسيقى اليوم يجتمع المجلس الوطني للحركة الشعبية في دورته الأولى بعد المؤتمر الثلاثة الشهر للحركة الشعبية بطبيعة الحال هذه الدورة كانت مخصصة أساسا لانتخاب استكمال الأجهزة وكان انتخاب الأخ سعيدة مسيكان كرئيس للمجلس الوطني مع الأخ عديل السبعي كنائبه وكانت هناك عمليات كذلك التصويت وانتخاب أعضاء المجلس المكتب السياسي طبيعة الحال ليس أول مرة تستعمل الحركة الشعبية صنادق الاقتراع لكن في الماضي كانت هناك لوائح عليها توافق وحتى تكون لائحة موحدة أو حتى إذا كانت عدة لوائح كان المعمول به هو أن اللائحة اللي جبت الأغلبية تفوز بجميع المقاعد فقررنا في المؤتمر الثلاث عشر أن تكون تمتيلية نسبية وكان هناك تنافس للائحتين والحمد لله العملية ولو أنها طولت شيئا ما ولكن مرت في ظروف يشهد بها الجميع بأنها ظروف ديمقراطية كان لما اجتماع المجلس الوطني وكانت في جذب الأعمال نقطتين الأولى هو انتخاب الرئيس مجلس الوطني والنائب دياله والتانية هو انتخاب المكتب السياسي فيما يخص المكتب السياسي تقدمت جوجد لوائح لائحة اللي كان لشرف باش غادين باش أن نكون وكيل ديالها وأن العمليات تمات في إطار الشفافية والديمقراطية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة